ويواصل نتنياهو وأركان جيشه ترديد أكاذيبهم تجاه المستشفيات ومزاعم استخدامها من قبل المقاومة وهو الأمر الذي تم تفنيده وضحضه بالوثائق والبيانات وأكدنا أنه أكاذيب لا أساس لها من الصحة وها هم يفضحون كذبهم بأنفسهم فالقناة الثانية عشر الإسرائيلية تقول إن تقييم الجيش أنه لا يوجد مقر لحماس تحت مستشفى الشفاء وكبار قادة حماس لا يتواجدون فيه وسنبقى ندعو ونجدد دعوتنا للأمم المتحدة ومنظمة الصحة العالمية واللجنة الدولية للصليب الأحمر الدولي إرسال وفود تزور كل مستشفى غزة لتتثبت بنفسها من كذب المزاعم الإسرائيلية